السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحيتي لكل اخوة شرفة داخل الجزائر وخارجها تحيتي لكل الاحرار في العالم بكل اللغات وبكل لهجة وتحية خاصة لكل اخوة العرب والمسلمين لرامي تابعوا فينا من خلال هذا التسجيل سواء على صفحة الفيسبوك والمصالحة الجزائرية او من خلال المواقع اليوتيوب او من خلال المواقع المختلفة اللي راها تحمل هذا الفيديو حبيت باش ندير مضاخلة او تعليق حول ما يجري هذه الايام في الخليج العربي وتحديدا حول هذه القضية التي اثيرت مؤخرا والتي تتعلق بقطع العلاقات الدبلوماسية اللي قمت بها بعض الدول منها مصر والعربية السعودية الامارات العربية المتحدة وبعض الدول الاخرى ضد قطر المتابع للاحداث المتابع لما يجري في الوطن العربي سواء ما تعلق الامر في ليبيا او في سوريا او في اليمن او في مصر او في تونس يدرك تمام الادراك من انه هذه القضية التي اثيرت هذه المرة في الخليج العربي هي ليست بمعزل على قضايا واحد اخرى فما يجري في سوريا له علاقة بما يجري هذه الايام في الوطن العربي وتحديدا في الخليج العربي وما يجري في ليبيا نفس الشيء وما يجري في مصر وفي تونس نفس الشيء واليمن هذه القضية هذه انتعى قطع العلاقات هي لم تأتي هكذا نزلت من السماء قال يالله والله الناس كانوا متفاهمين وثم ثم يالله قال اثيرت هذه القضية والانسان اللي ينظر للقضية هذه يعزلها عن القضية الفلسطينية نفس الشيء هذا السيد ما رأى فهم فيها حتى حبا والانسان اللي ينظر للقضية بنظرة سطحية بحيث وانه قال مثلا يشوف للقضية قال مثلا ماذا يجري الان في سوريا وليبيا وقال والله هذه تدعية انتعى ما يسمى بالربيع العربي رأى الان رأى وصلت للخليج العربي هذا انسان ما رأى فهم فيها حتى حبا لانه باش نفهم ماذا يجري الان لابد هو انه نعود للتاريخ لانه لما تنظر انت مثلا القضية هذه انتا الاخوان المسلمين وهذه انتا حركة حماس هي ليست بمعزل على الشي اللي اشتراه في مصر انتا مقتل السيد قطب وانتا مقتل واسمه المؤسس انتا حركة الاخوان المسلمين حسن البنة هذه رأى قضية انتا امتداد ما يجري الان في الخليج العربي كله له علاقة وما يجري في الشرق الاوسط كله له علاقة بالقضية انتا لورنس العرب وكله له علاقة انتا وعد بالفور وكله له علاقة بالقضية انتا الاتفاقيات انتا سايك سبيكو هذيك وايضا حتى اقبل لانه مثلا الان لو كان نولي ونحصله احنا هذا اللي يجري كله فقط باسراعيل هذا السراع انتا السني الشيعي هذا اللي رأى هو الان حاصل في العراق ورأى هو حاصل في دول واحد اخرى يا هل ترى هو اه جاهك ذك لازم نقرأوا التاريخ نشوفوا من الذي حصل بعد الفتنة هذيك اللي حصلت في الوقت انتا سيدنا عثمان رضي الله عنه ونشوفوا في القضية انتا الخوارج ونشوفوا في القضية انتا الفتنة اللي حتت اثناء الحكم انتا سيدنا علي رضي الله عنه التاريخ رأى هو يعيد نفسه كل مرة لكن للأسف الشديد هو ان الناس مع الاسف لا تتعذ بما جرى كانت الفتنة كانت نائمة عاودوا حيوها هذا هوش اللي يحصل فالذي يحصل الان هذا القضية هذه رأيها ربما رأيها بدايات بدايات لفتنة كبرى اذا كان ما تدخلوش العلاماء واذا كان ما تدخلوش المفكرين واذا كان هذا النخب المثقفة تبقى هي رأيها قاعدة تتبع في الخبزة وقاعدة تتبع في الشهرية انتاها واتتبع في الحالات انتاها البلاد رأيها رأيها للهوية ايضا هذا القضية انتع الهجرة هذه ذو كلو كان نشوفوا لها ذوك مثلا نحن الان نشوفوا لها بالمنظر هذا انتع الان انتع هذا اللي رأي مفسروا فيه باللي رأي كين فيه درجة انتع الحرارة في افريقيا درجة مرتفعة وحتى في الجزائر وحتى في فريقيا بصفة عامة وهو ان الناس رأيها قال مثلا غير القضية انتع الحرارة صحيح لو كان نظروا لها بهذه المسألة هذه ولكن هذه المسألة انتع الهجرة ما بداتش غير الان الهجرة انتع رسول صلى الله عليه وسلم من مكان المدينة والهجرة انتع المسلمين اللي راحوا للحبشة ما لازمش نشوفوا الامور هكذاك برك يعني بنظرة سطحية راح تسلسل تسلسل انتع احداث اذا اذا كان فعلا نريد هو انه نوجد حلول لهذه المسائل اللي راح تصرى الان لابد هو انه نذهب للاصل نشوفوا الظلم هذا اللي حدث وهذا الحقرة وهذا التهميش وهذا التمييز اللي راحوا الان حاصل راحوا شغل امتيداد لو كانت شوفوا الان بعض الاشياء تروح تقرأ التاريخ واتطالع ما الذي حصل اثناء الكفر انتع قريش تشوفوا كأنه هو هو فقط عباءة مختلفة ألبسة مختلفة لوكات مختلفة تشوف انت وكأنه كفر انتع قريش راح من الان راحهم يمشيوا تشوف انت ابو جهل تشوف انت موسيلي ملك الذاب تشوف يعني شخصيات اللي كانت اثناء انتع القريش تشوفيها اليوم وتشوف نفس الناس المنافقين اللي كانوا في الوقت هذاك اللي كانوا يديروا في الفتن بين المسلمين تشوفيهم الان تشوفيهم امام عينيك باسماء واحد اخرى اذن الانسان اللي هو يحب يعزل هذه القضية انتع مثلا الان اللي راح تجريه في المنطقة انتع الخليج العربي والمنطقة انتع المغرب العربي ايضا هذا اللي راح يحصل الان هذه الايام في القضية انتع الريف والاعلام التي ترفع نفسها في الجزائر وترفع في ليبيا وترفع في تونس تفهم باللي القضية عندها ابعاد وكان فيه تنظيمات راح تحرك والانسان اللي يحب يعزل هذه القضية انتع هذه قطع العلاقات مع قطر من بعض الدول يعزلها القضية انتع اسرائيل والقضية انتع فلسطين والقضية انتع سرعة هذه اللي راح موجود انتع سني شيعي وانتع سلافي صوفي وانتع كذا هذا ما فهم حتى حاجة والقضية انتع الوهابية وكلها كلها مسائل راح عندها امتدات قضية انتع سايكس بيكو قضية انتع وعد بلفور قضية انتع تمكين للدول انتع اسرائيل ولا المساعد انتعها من طرف الغرب القضية هذي اللي راح تجري في المنطقة تع المغرب العربي ما لازمش تعزلها على الشي اللي حدث في اسبانيا والقضية انتع الاندلس الشي اللي راح يجري في الشرق الاوسط ما لازمش تعزلوه على الشي اللي كان يجري بين الانجليز والفرنسيس والروس وكذا كل المسائل راحها الان يعني تعاد باساليب واحدة اخرى والقضية انتع العثمانيين والشي اللي راحوا الان يجري معها واسمه اردوغان ما لازمش تنظر للقضية هذه انتع اردوغان وانتع اتاترك هكذاك نظرة سطحية لازم تنظر للاصول اذا كان عرفنا الاصول وعرفنا المشكلات وحبينا على جل باش نعالجوها فيما بعد بطبيعة الحل اذا كان خالصة النواية وحبت الناس تعيش بسلام لابد هو انه تنظر الناس منظار واحدة اخر ولازم يعرفوا باللي هناك ارتكبت اخطاء جسيمة سواء من طرف المسلمين او من طرف غين المسلمين ولابد هو انه اذا كان الناس حبت تعيش بسلام لابد هو انه يسير فيه ميثاق اممي جديد لازم الناس تنظر تنظر الاجيال هذه الخطر هذه السراعات هذه هذه الان راح راح تحرق العالم ما راحش راح تمس غير منطقة واحدة برك خطر الشي اللي الان راح يجري الان في المنطقة المغرب العربي هذه هذه الشي اللي راح ذوق الان مثلا راح حاصل في ليبيا ما لازمش تعزلوا على الشي اللي راح حاصل في سوريا راح نفسه والشي اللي راح حاصل في اليمن راح نفسه هذه القضية هذه انت السراعات هذه كان بطبيعة الحال ما له يد خارجية ولكن كان فيها اشياء اللي هي من صنع ايدينا ما لازمش درك حنا كل شي حنا نربطوه بالقضية انت اسرائيل لا شك هو انه الوجود انتع اسرائيل والبدعم من الغرب ومن الانجليز ومن الامريكان ومن الفرنسيس ومن الروس وكذا لا شك هو انه عنده تأثير ولكن ما لازمش ننظر للامور بنظرة سطحية لما تشوف انت مثلا في القضية انتع سايك سبيكو هذه وتشوف القضية هذه انتع الحرب العالمية الاولى والثانية وتشوف هذه الاطماع اللي كانت موجودة في تركيا وتشوف الاطماع ايضا انتع الامبراطورية العثمانية تشوفوا نفس الشي راها الان قاخذت اللي اسمه هذل رؤساء تبدله فقط لكن ما زالت السياسات ما زالت الثقافات ما زالت العقلية هي نفسها يعني مع تغيير بعض اللوكات كان واحد لابس ما على بليشانا قندورا والان راه لابس كوستيما واحد كان دير الحياة والان راه نحاها وانتهى الامر لكن السراعات ما زالها نفسها دورك انت مثلا لما تشوف انت القضية هذه انت الحركة انت الاخوان المسلمين راحت تفصلها انت على قضية انت حسن البنة والله انت تفصلها على اسمه الهوذيبي والله تفصلها انت على احمد ياسين بتقدرش تفصلها والشي اللي راه حاصل في سوريا رايح تفصل انت ذوك القضية هذه انت على القضية انت على اللي صرت اثناء انت على الحكم انت على باباه انت على الاسد والشي اللي راه الان حاصل رايح انت تفصلوا على القضية هذه انت على العراق صدام حسين وميشيل عفلق وفي مصر تفصلها قضية جمال عبد الناصر وفي الجزائر تفصلها على قضية بومدين والقضية الانقلابات اللي صارت في الجزائر كل شي راهو امتدات كل شي لأنه هذه الأمور مع الأسف الشديد لم تبنى على أسف صحيح وبالتالي يذرك هذه الأخطاء اللي راهها تتراكم كلها هي نتيجة من طلقات خاطئة والآن نحن نجنيه في ثمار وربما إذا كان نبقينا نحن نمشيه في هذا الخط سنزد نورثوه لولادنا ولولدت ولدنا لذلك الإخوة والأخوات سواء في المشرق والله في المغرب والله في أي مكان إذا كان فعلا حبين نخرج من هذه الأزمات يا سيدي لاش نبقى ونورثوه في الأخطاء أليس من حقنا هو أن نعالج هذه الأخطاء اللي وقعت أليس من حقنا هو أن نعيش في سلام أليس من حقنا هو أن نتحاور مع بعضنا البعض بدل من هو أن تتحاور الناس بالكلاشينكوف وتتحاور الناس بالسواريخ وبالقنابل أليس من حقنا هو أن نتحاور هكذا بالأقلام ونتحاور بالأفكار وبجهة النظر المختلفة أليس من حقنا أن نعيش في سلام سواء في الخليج العربي ولا في المغرب العربي ولا في أي مكان أليس من حقنا هو أن نعيش مع بعض في سلام ونقبل بالاختلافات انتع بعضنا البعض يا أخو يا كون يهودي الله يسهل عليك كونك مسيحي الله يسهل عليك كونك مسلم الله يسهل عليك كين هناك قانون يحكمنا كامل ونعيشوا بسلام هذ الناس اللي رهم ينظروا للقضية هذه انتاع ما يجري في المنطقة انتاع الخليج العربي ينظروا فيها هكذا نظرة سطحية على أساس أنه قالوا والله فيه مجموعة منتوا حركة حماس كانوا موجودين ثم في قطر والآن قال رها قطر طلبت منهم على جل باش تخرج والله قال فيه تصريحات انتاع حاكم دوبي وحاكم انتاع قطر وفيه بعض الوكالات ورها أثارت بعض المسائل هذا الانسان اللي ينظر للأمور هكذا هذا الانسان لم يستفد شيء من التاريخ هذا الانسان ما راه فهم لم رجليه لمن رأسه وين راه يدور كل ما يجري الآن كله عنده تدعيات وعنده امتداد لما جرى فيه تنصيب انتاع الحكم انتاع السعود في السعودية وانتاع تدعيات انتاع السقوط الامبراطورية العثمانية وكيف ما قلتنا انتاع وعد بالفور وانتاع الاتفاقية هذيك انتاع سايكس بيكو كل شيء كل شيء مرتبط بعض وبعض الانسان اللي يحب يعزله الله يسعلي عليه انا من رأيي اراني شوف الامور هي هكذا كل ما يجري كله عنده امتداد فيه مخططات انتاع تقسيم فيه مخططات انتاع توسيع هذه الميو ما يسمى هذه منتاع الشرق الاوسط فيه مخططات من اجل ضم دول واحد اخرى وضم مناطق واحد اخرى فيه تقسيم جديد اعادة انتاع ترتيب انتاع اولويات فيه اعادة ترتيب انتاع نفوذ وكلكم راكم ان تعرفوا هذه الازمة الاقتصادية الازمة انتاع المياه انتاع البيترول الى غير ذلك من المسائل من هذا القضية انتاع ايكولوجية العقد هذه اللي راجعة ايضا انتاع راكم انتتم تشوفه وهذه المرة التصريحة يُعد الآن الاخير هذا انتاع ترامب هذا في القضيه الاتفاقي الادارة وفرد كلها مرتبطة ببعض relação لذلك الأخوات لا يجب أن تنظروا للمسألة هكذا بنظرة سطحية ذهاب ترمب هذه المرة الأخيرة للسعودية عنده علاقة بما يجري لأنه بعد ما ذهب للسعودية راح مباشرة للإسرائيل ما كين تفسير أكثر من هذا؟ إذن المسألة عند ارتباطات فيه تقسيم أنتع أدوار فيه تقسيم أنتع نفوذ لا شكوا أنه كين فيه بعض التغييرات هكذا أرى أن نشوفه الآن وصل هذا أنتع الرئيس الجديد هذا في فرنسا كين فيه وسمه بعض التغييرات هكذا ولكن سياسات مازالها متواصلة ذلك لما الإنسان ينظر لهذه المسألة ينظر لها هكذا بنظرة سطحية هذين انتع داعش وباعش ومعلة بليشانة وانتع المية والقاعدة ومن يش عارف شسمه هذا إنسان ما مفهم حتى حاجة في رأسه مسألة كلها هي عندها أبعاد واحدة أخرى خطرة هذه ذلك هذه لما تشوف انتع ما الذي جرى في الجزائر مثلا في التسعينات إذا كان فصلته على القضية انتع ما الذي جرى في البسنة والهرسك وفصلته انتع على القضية انتع أفغانستان ما استفتش انت من القضية إذا كان بقيت انت فقط تنظر للمسألة هذه انتع قال الجبه الإسلامية ربحت في الانتخابات ومن يش عارف هنا وجنرالات ومن يش عارف هذه المسألة لا شك هو انه فيها ولكن عندها أبعاد واحدة أخرى عندها أبعاد واحدة أخرى وعندها امتدادات واحدة أخرى خطر القضية هذه انتع الاغتيالات ما بداتش في التسعينات وين راها القضية انتع المنطقة انتع القبائل مع ايتحمده واللي كان معاه والقضية انتع حرب الرمال مع المغرب والقضية انتع وسمه انتع من لوزة وقضايا واحدة أخرى قضايا واحدة أخرى في المسألة إذن هي عندها امتدادات وعندها ارتباطات والسياسات راها ما زال منتهجة كان بعض الأشياء اللي ربما جاءوا ناس واحدة أخرين هكذا ربما يدخلوا في قضايا ومعلبلهمش بالأبعاد انتاحها قال يروحوا ينخرطوا وما في تنظيم ولا في حزب ولا كذا ومشوفوش هما لهذا الأبعاد بطبيعة الحال راحا فيما بعد راحا تتفقم الأمور إذا كان حبينا نعالجوا الأمور معالجة نهائية لابد هو أن ننظروا لللب منتاع هذه الأشياء وننظروا للأصل ما لازم لاش ننطحوا في الفخ وصيروا فيما بعد نشوفوا جماعة أنا اللي هنا في المنطقة راني نشوف ذوك الآن أنا في بعض الأخوة هكذا قال تحملوا الحمية ولا تحملوا العاطفة وقال أنا راني مع قطر والأخر قال أنا راني مع السعودية يخي ما شاء الله خاصة لما تشوف بعض الكتاب هكذا وبعض الزعمة مثقافين ويلا واحد دير دربون تاع قطر واحد دير دربون تاع سعودية وحاكمتهم الحمية وما راهم فيه اثنين راهم طيحين في هذا الفخ هذا رايح ذوك تقول لي انت ذوك باللي قطر راح الحق وراها السعودية وسأقول لي انتبه للحق لكن القطر عن البطل فيه اثنين راحali مشاركين في هذا الوضع اللي الآن راحنا يعيشينه وقضية السعودية وكلهم مشاركين في هذه الدماء اللي راح تسيل ومشاركين في هذا الوضع ومشاركين في هذا الظلم ومشاركين في هذا الفقر ومشاركين في إفريقيا وين رأى هذا المليارات وين رأى هذا البترول وين رأى هذا الغاز كيفاش يا أجابة ناس مسلمين في القرن ال21 ينظموا في كأس العالم واللي يصرفوا فيه مليارات فيما خاوتنا من المسلمين يا سيدي في إطار الإنسانية إذا كانوا رأى مش مسلمين في إطار الإنسانية كيف هي منظمات دولية رأى هي تستغل في هذا الفقر المتقع في إفريقيا في هذا الحرارة اللي رأى صار كما يقولوا كبعض الإخوة تحط بيضة طيب وناس سمع على بالها مش بهم أخلاص ناس قاعدة تدير في وسموه معارض انتع أكبر بيتزا في العالم وأكبر صحن انت كسكس في العلم وناس ميتة من الجوع وميتة بهمة بالعطش ناس ديرها دي بيسين في ديار تاحها وناس ميتة بالعطش يا هل ترى الإسلام قال هكذا يا هل ترى هذي الناس اللي رأى ميت داعي في الديمقراطية في الغرب كلهم فرنسا أمريكا وكلهم وكلهم بريطانيا ألمانيا وكل بدون استثناء يا هل ترى هذه الحضارة انت أنك انت تعيش في القرن الواحد وعشرين بالتكنولوجيا وكذا ويا هل ترى من الإنسانية هو أنه تخلي ناس عايشة في عصور بدائية وتدي لهم في الخيرات انتاعهم تدي لهم في الذهب وتدي لهم في اليورانيوم وتدي لهم في البيترول وتدي لهم في الغاز وعايشين هما عبيدة في القرن الواحد وعشرين إذن الإخوة والأخوات ما لازمش ننظروا للمسألة هذه بنظرها سطحية لابد هو أنه الإخوة والأخوات سواء في المغرب العربي والله في الخليج العربي والله فيه أي مكان فيه مخططات انتهى إعادة ترتيب انتهى أوراق فيه إعادة انتهى تقسيم فيه مخططات لتغيير الجغرافية ورانا شفنا لا شك هو أنه عاشت الأمة العربية في وقت من الأوقات صارت انقلابات حقيقة ولكن مع ذلك بدأت تمتلك هذه الشعوب بدأت تمتلك السيدة نتهىها في الوقت تنتعى بومدين وفي الوقت تنتعى جمال عبد الناصر وفي الوقت تنتعى الأسد بغض النظر على الأخطاء نتاهم لا شك هو أنه انه رتكبه أخطاء ولا شك هو أنه رتكبه حماقات ولا شك هو أنه نكذاء ولكن في الأخير قتلوا ما كان فيهم حتى واحد منها كلهم آخرهم صدام حسين والقذافي وإذا كان ما اتعظناش راها الدول راها تسقط واحدة بعد خطة خيراً يقولت لكم في تسجيلات راها منشورة لما صرات هذه البدايات ما يسمى بالربيع العربي اللي سميته أنا منذ البداية بالشهيل العربي كنت نتحدث لما كانت الناس تفروح وتجري وتعيط ويحسبوا روحاً باللي خلاص لحقول السلطة كنت نقول لكم يا ناس خافوا ربي راها تدول راها راها تسقط واحدة بعد خطة هاكم تشوفوا فيهم هاكم تشوفوا الآن راهو المستهدف هو الجيش السوري ماوش هذا بشار الأسد والله العظيم لو كان عينهم في هذا بشار الأسد قاسمان بالله 24 ساعة ما يقعدهاش لكن المستهدف هو الجيش السوري راهم يكسروا فيه راهم يكسروا فيه وإذا كان مافطنتش الناس وكان بعض الناس اللي راهم ماذا بهم هو أنه يزيدوا وتلحق إيران ويزيدوا ويزيدوا ويقسموا وقعدوا وقعدوا هما راهم يحطموا في هذه الدول وراهم ذركوا عندهم الأزمة نتاع البيترول وعندهم الأزمة نتاع المياه وفيما بعد راكم تشوفوا انتوما وقعدوا هما قاعدين يخطوا على جلباش وعندهم حتى المشكل في الأراضي إحنا الأراضي نتاعنا بور والله العظيم لو كان جات الجزائر في يد ناس مسيرين اللي راهم فاهمين هذه التحولات وفاهمين فعلا وراهم ناس عادلين قاسما بالله غير الجزائر وحدها غير تعيش إفريقيا وتعيش أوروبا الجزائر وحدها فاكم تشوفوا دول جات من ورانا خلاص كانت في السبعينة فاكنت ما كانش شوفوا وين راهم وصلوا الآن من التكنولوجيا ومن التطور إحنا الآن في القرن الـ 21 في 2017 ما زالهم الناس عايشين في الحاضيظ إذن الإخوة والأخوات ما لازمش تنظروا الأمور بنظرة سطحية ما يجري في المنطقة الوطن العربي وما يجري في الخليج العربي وفي المغرب العربي كله عنده امتدادات يكفي فقط وأن تقارنوا بين التاريخين التاريخ انتعى خمسة جوان 1967 والتاريخ انتعى خمسة جوان 2017 هذه باختصار الكلمة نتاعي إن أصبتوا فمن الله وإن أخطأتوا فمن نفسي ومن الشيطان تحيتي لكم جميعا نصح رفتوركم جميعا شكرا لكل إخوة اللي كانوا يعلقوا ونلتقي إن شاء الله في تسجيلات لاحقة في مواضيع مختلفة تحيتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحيتي لكم جميعا